بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذنا العزاء يوم راح نشوف نموذج رقم ثلاثة بعد ما شفنا النموذج الأول والثاني وصلنا للنموذج الثالث راح نعطيكم النموذج رقم راح نتحلوه وتحاولوه فيه وأكد لي باش تعصر مخك ونت تجاوب في الأسئلة حتى وما تعرفش تجاوب حاول لأنه هذه هي الفكرة أنه تعصر مخك في الإجابة باش كتجي تشوف الإجابات تثبت في المخناتعك متفاهمين على ذا الشي؟ يلا شوفوا النموذج ووقف الفيديو وحاول فيه الآن بعد ما أنا أفترض أنك حليت النموذج أنك حاولت في النموذج يلا بنا نبدأ الخطوة الأولى أعطى لي حديث جبريل أكتب وشكل وإضبطه بالشكل يا جماعة التشكيل مهم جدا لازم تشكل الحديث نتعك اكتب الحديث في المنزل وقارنه بالحديث المكتوب في الكتاب أو في الكرس أو في الملخص أو في أي شيء تحفظ منه قارن الحديث قارن تشكيل ركس هيح خلينا نمر للسؤال الثاني اشرح الكلمات التالية أولا نقلي الأمة حتى تلد الأمة ربتها من علامات السعة أن تلد الأمة ربتها الأمة لهي الجارية أو العبدة تلد ربتها معناتها سيدتها الأب رب البيت يعني الأب هو سيد البيت فنحن نطلق كلمة رب الشيء على من هو السيد في ذلك المكان فالأب رب البيت ولكن نقليك حتى تلد الأمة ربتها يعني تلد الجارية العبدة تلد ابنة تكون سيدتها فلبثت مليا لبثة انتظرة يعني بقيت وقت فلبثت مليا يعني بقيت وقت يعني انتظرت وقت مدة ليست بقصيرة من الزمن لبثة انتظرة مباشرة جوابنا على الشرح ودينا علامة كاملة خلونا نشوفوا روحوا السؤال مهم جدا وهو تعريف الصحابي روي الحديث طيب الصحابي روي الحديث شوفوا كيفاش عدنا هذا حرف العين عمر بن الخطاب هو الصحابي عمر بن الخطاب وهذا وشنوه وهذا رقم ستة رقم ستة أسلم في السنة السادسة الصحابي عمر بن الخطاب أسلم في السنة السادسة للهجرة طيب الصحابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسلم في السنة السادسة للهجرة بعدك تروح تكتب مناقبه شوفوا كيفاش تحفظ المناقب بتاع عمر بن الخطاب وش عندي عندي كتاب هذا كتاب كتاب هذا كتاب الكتاب هذا فيه علامة الصح وفيه علامة الخطأ وكتاب هذا فيه حرف الميم وفيه حرف الخ وكتاب هذا فيه خمسمية وتسعة وتلاثين صفحة وانت عباكش حلق قريته مرة هذا الكتاب قريته تلاثة وعشرين مرة ركز معا قريته تلاثة وعشرين مرة وش معنتها هذا يا شيخ اروح انفهمك هذه الصح والخطأ معنتها لقبه الرسول صلى الله عليه وسلم بالفاروق عمر بن الخطاب من مناقبه يقولك ما هي مناقب عمر بن الخطاب يقول له لقبه الرسول صلى الله عليه وسلم بالفاروق وش علاقة الفاروق بالصح والخطأ الفاروق هذا لقب يعني ان عمر بن الخطاب كان يميز بين الحق والباطل هنا عبرنا للحق بعلامة الصح وعبرنا للباطل بعلامة الفي عمر بن الخطاب كان يميز بين الحق والباطل لذلك لقبه الرسول صلى الله عليه وسلم بالفاروق بعد ذلك الميم عمر بن الخطاب من العشر المبشرين بالجنة ميم تعني مبشر بالجنة من العشر المبشرين بالجنة الخاء تعني الخلافة تولى الخلافة بعد أبا بكر عمر بن الخطاب تولى الخلافة بعد أبا بكر رضي الله عنه طيب أنا قرأت الكتاب هذا فيه 539 صفحة هذه مروياته عمر بن الخطاب مش حال أرواه عليه من حديث أرواه عليه 539 حديث فهنا نقوله مروياته يعني وش قلنا حرف العين هذيك والسنة السادسة يقول لك عرف الصحابي قلوا هو الصحابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسلم في السنة السادسة من البعثة فهمين ومن مناقبه من العشر المبشرين بالجنة لقبه الرسول صلى الله عليه وسلم بالفاروق وتولى الخلافة بعد أبابك رضي الله عنه طيب من بعد الروح مروياته وروي له 539 حديث واستشهد في السنة في 23 هجري واستشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 23 هجري عرفنا الحديث هوليك مناقبه من العشر مبشرين بالجنة لقبه الرسول صلى الله عليه وسلم بالفاروق وتولى الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه روي له 539 حديث واستشهد سنة 23 هجري تفاهمين يلا نمر للسؤال الثالث لقال لي فيه تعريف الإحسان الإحسان ذكر في الحديث أنه أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك تعريف الإحسان روح نكتب أن تعبد الله كأنك تراه وتزيد واحدة الجملة صغيرة وتقول فتخلص في عبادتك له فتخلص في عبادتك له تعبد الله كأنك تراه فتخلص في عبادتك له فإن لم تكن تراه فإنه يراك خلاص كملنا الوضعية الأولى ودينا العلامة الكاملة يلا رحوا بنا للوضعية الثانية اللي عندي واحدة الموضوع مهم والي هو المودة والرحمة تذكير إذا ما ركش مشترك في القناة لازم بدير اشتراك لأنه راح ندير واحدة تحضير لشهادة تعليم المتوسط قاسح 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 إذن باشترك فعل زر الجرس وتابعني على الانستغرام والفيسبوك وأول سؤال أعطاه لي في المودة والرحمة قل لي عري في المودة والرحمة رحوا نقول له تعريف المودة والرحمة هي المحبة والشفقة بين أفراد الأسرة لتحقيق السعادة والاستقرار هي المحبة والشفقة بين أفراد الأسرة لتحقيق السعادة والاستقرار ونتوجه مباشرة قال لي أذكر ما ظاهر المودة والرحمة وما هي أثار المودة والرحمة أنا عاني حاكم كلمات مفتاحية أشكي نتذكر كلمة المفتاحية نقدر نخرج المظاهر والآثار أرسم لي هذا المثلث شفاني في رأسك تسمع المودة والرحمة عندي مثلث يحكي لي على المظاهر مثلث يحكي لي على الآثار المثلث يحكي لي على المظاهر نكتب فيه أحسن الرأفة تبادل أحسنوا معاملة أفراد أسرتي الرأفة بأفراد أسرتي وتبادلوا الهدايا بين أفراد الأسرة أحسنوا معاملة أفراد أسرتي أرأفوا على الرأفة بأفراد أسرتي وأتبادلوا الهدايا مع أفراد أسرتي هذه مظاهر تطبيق كيف نطبق المودة والرحمة في الدار نتعامل مع أفراد الأسرتي بالحسن الأمر الثاني نكون رأوف بهم نكون حنين عليهم والأمر الثالث أتبادلوا الهدايا يجيبوا لهما إلى غير ذلك هكا بش تكون وش يكون نشوفوا الآثار قبل ما نقول لك وش نكون آثار المودة والرحمة تروح تكتب آثار المودة والرحمة ذو قصاي انت وش حكينا في المظاهر أنا رأني نحسن التعامل مع أفراد أسرتي هكا رأني نحنين عليهم رأني نجيب لهم لديك هادو وش هما الآثار اللي رح يكونوا في الأسرة هذه رح تكون التراحم بين أفراد الأسرة تكون هذه الأسرة متراحمة رح يكون تقوية الروابط الأسرية رح تكون كينا قوة في الأسرة هذه نتكونش مشتتة تكون قوية لأنهم يهتموا ببعضهم والأمر الثالث انتشار المحبة والسلام بين أفراد الأسرة انتشار المحبة والسلام بين أفراد الأسرة هاوليك مظاهر المودة والرحمة يعني كيف أطبقها وحسنوا التعامل مع أفراد أسرتي الرأفة بأفراد أسرتي تبادل الهدايا بين أفراد الأسرة آثار المودة والرحمة التراحم بين أفراد الأسرة الواحدة تقوية الروابط الأسرية انتشار السلام والمحبة بين أفراد الأسرة وبهذا نكون أكملنا الوضعية الثانية ودينا العلامة الكاملة